وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة أجرى وزير الخارجية أيمن الصفضي محادثات ثنائية مع وزير خارجية أرمينيا تطرق خلالها إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على طابع البلدة القديمة وأكد الصفضي كذلك على ضرورة الحفاظ على أملاك الكنيسة الأرمينية في المدينة المقدسة وثمن الوزير الأرمني الدور الذي يطلع به الأردن في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها مشيرا إلى أن المملكة تعد أنموذجا في الاعتدال والوسطية في المنطقة